صباح الخير يا برج العقرب الكراءة معرضة للعاطفة انت عقول في الطاقة العنية برج العقرب انت تقريبا كده زعلان مع الشريك ممكن لما تشايف كده وحد مقدم لك عموما يعني عرض ممكن يكون عرض حب جديد او عرب مصالحة ولكن انت زعلان قوي 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 وقعد تحت الشكرة وبتشتهمك الكبات مش عارف انت تجننته ولا ايه برج العرب برج العرب على فكرة برج يعني هو صحيح لدعيته والقبر ولكن والله يحساس جدا 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 وبيحب قوي اللي يحبه المهم ان ده زعلان قوي ودكرت والله بيشوف علام برج العرب انه عنه ده قوي ممكن مسك برج العرب فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا ومش شايف حاجة عموما وعموما بتدوره على كوباية فرضية هنا صوري كوباية مش مبهودة وفي عرض تاني جايلك ولكن انت مش عايز تقل برضو هنا نفس الكارت برضو حد مقدم لك حاجة حد مقدم لك ممكن يكون دي تقطك ودي تقط الشريك هو مقدم لك عرض ممكن يكون عند حب بالزبط وفي عدالة في الموضوع عايز يعمل عدل في الموضوع او يرجع العلاقة مرة تانية ولكن انت تعبان قوي وبتقوله امشي بقى كفاية بقى كفاية كده عمر اللي راح واعمل تسمع برضو ثمان عشور وديت على قرامة كتير بقى والعصيرات تشتعل طب مش عايز الشريك ايه عدد مممممممم اتا مش عيل منه قوي مش عيل منه الشكل كده عمل كت حركة مش حلوة ممكن تكون اكتشافت ان في طرف ثالت في العلاقة مش طرف ثالت يكون فيه ثلاث سيوف كده ممكن تكون خيانة او مرضو مش خيانة بيكلم حد بيعرف بنات كده يعني بتعرف اولاد عشان تمشي على الشخصين يعني او اكتشافت ان متى حد بيكلم حد وخلاص طيب برج العقرب شريك مشاعره حلو قوي وبيحبك وشايفك انت الصلمي بتاعه وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجة الحلوة في حياته ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا هو نزال بيحمل ليك المشاعر الطيبة الجميلة واعتقد ان هو فعلا مقدمك عرض مصلحة لان انت قلبك مجروحة اوي منهم وبيقولك نتيجة بقى ان رجع الملمة داريها بقى برج العقرب وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني ومتمسك برأيك بس هو مزال بيحمل ليك المشاعر لو كتتعمل محدة من برج الاسد ممكن او برج مائي برضو زيت او هوائي مائي برضو هنا تعمل طيب انت بقى يا برج العقرب قلبك مجروحة اوي 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 وندمان على العلاقة ككل وندمان بقى على اي حاجة حصلت يعني لو كنت محتاج منديل وديته منديل كده في يوم الايام انت ندمان على المنديل ده وبرج العرب اصلا امر انا امر في العرب انا يعني لو قلت راحت ازايك باندم باندم والله كنت ازايك ده صوابعي تابت في الكتابة ابندم على العسل وبعده وكتب ازاي كده انا ادمان فانت انا ادمان اوي وعندك حسرة جديدة اوي من العلاقة وشايف ان هي علاقة فشلة وانت يعني يقولك ما خرجتش الا باعي يعني لطبت بلح اليمن ولا يعني بالشنطة بقوبيبا لما سيتبها صحة فيعني الكارتين مش شبه بعض خالص وشايفك ان انت السول ميت بتاعه لانه مقدم لك عرض تاني اوه يا برج العقل. ده مش صحيبة. مش يسيبك اصلا. ده راجع وتقريبا دي ناسة طيقة يعني. مش بيهزر معك. لانه هو اهو بص حتى الكروج جاء ورا بعضها. اهو. يعني ما ما خدش كارت رابع بس هي جات زيها. اه عايز يعمل عدل. هو تقريبا حاس انه هو بوز الدنيا. اه في خناقة حصلت بك والحاجة. او او شاعر بانه فعلا 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 اه عمل حاجة غراب. انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك. او وصل لك اخبار ان هو بيكلم حد عليك. وسبت العلاقة. وقلت له شكرا قوي على كده. ومشيت فهو راجع بقى يقول لك لا انا ما تسجنيش. والله انا مغيرك ولا سوى. والكلام ده بقى كتير ده. ودعالة. بس انت زعلان منه قوي قوي قوي. ومتقلم منه قوي قوي. لكن هو شايفك ان انت السلمي بكعب. ونفس الكوباية. يعني نفس الكوباية ليه لانه فعلا انت كنت ممكن مديله حب جميل قوي. قوي. ومديله مشاعر طيبة وهو كان بيديلك برد. او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت. مشيت وسيته. بس هو شايف ان انت كنت تديله وكان بيديلك نفس الحاجة يعني. طب هو شايفك ازاي برج العرب. هو شايفك ان انت شخص عنيد. ومتمسك برأيك قوي. ومتكبت كمان. وهو شايفك كده بقى عشان ما تقولش حاجة. بس هو صح يعني انت فعلا متبسك برأيك قوي. وتقريبا عايز تدصل قدام وتسيبه. وديته ضهرك. وبصص له قدام وسايبه خالص. وخلص بقى. لو انا مش عايز منك حاجة. وانا هستطر له الواحدي. وهبقى الواحدي وسيدني في حالي بقى. ده بس راحك. اللي انت فعلا رفض العرض بتاعه. رفض عرض المسالحة. طيب انت شايفه ازاي? انت شايفه لو بتتعامل مع برج الاسب طبعا. انت شايفه شخص اا اعتقد يا برج العرب هو شخص برضو برضو في صفة اللي عنده. وشخص متحكم قوي. ممكن يكون كان بيخنوقك في العلاقة. وكان مسك عليك قوي. وشخص بيحب يتحكم في اللي قدام. بالمعنى التانية يعني. بيحب يتحكم قوي في الشخص اللي معاني. متحكم قوي. شايفه متحكم قوي 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 قوي. وممكن كمان تكون شايفه ان هو مدكش المشاعر اللي انت تستحقه. يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيدي لك نص مثلا. وحاجة. بيجيره مثلا ان تكلمه اا مراتين. تلات مرات في اليوم هو لما يجي، لما تيجي انت تنتظر المتلمة منه وما يكلماش. او انت اللي كنت التبدا داي. شايفه ان هو شخص متحكم. وشخص اااااااا بيقافل اوي 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 على نفسه. مش قافل على نفسه يعني منعزل لا. بيقافل اوي على حكة ان هو ما يديش لحد مشاعر. قافل على مشاعر اوي. او متحكم فيك اوي اوي اوي. اوي اوي. مهم ان هو شخص متحكم وعنيد وبيحكم رأيه وغيور ممكن يكون غيور كمان كان غيره عليك اوي 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 شاف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كتيرة لان انت مجروح عليك اوي منه اوي يعني وفي حصرة وندم ديه ولكن هو يعني انا حاسة ان هو مغيب او حاجة زي كده لانه يعني عارف انت لما تغفر معاه تقوله يمشي من هنا ايلا ومتجيش هنا تاني وفتح يقولك لا انا والله ما اسيبك انا بحبك برج العرب بدحك على نفسه برضو ساعات ويقول لي ايه يقول لا انا همشي من علاقة هو لا هقولك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه هو راجع لو انتو بتتكلموا مع بعضه وما فيش فرق ولا حاجة واعتقد هو ما فيش فرق هو عمال يكلمك دلوقتي او هيكلمك وممكن يكون تاني عرض يقدمه او تلت عرض كمان او بيزن عليك لانه زنان اوي زنان وما بيبقس على فتح ما بيبقس شخص ما بيبقس كل ما هتجي تقوله انت جرح تاني وقطعت في قلبي وطعتم معاك قوي يروح مدافع عن نفسه بقى يدافع عن نفسه ويقولك لا والله ده انا بحبك اهو استنى بس استنى بس انت راح في انا خد بس ما قولك ايه انا ده انا بحبك او انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او انا مش عايزك تكلم حد غيري وبدعه لكن انا بحبك او انا بحبك عموما يا عشان لا دهول بنا تنزلش اهو يعانى اهوه شخص بقي عليك قوي يابرج العرب قوي ومش ناوي لا مش ناوي مش خاص وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي انت بقى نوي على ايه انت نوي توازن نوي توازن عموما سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية انت نوي توازن بين عقلك وقلبك لان الظهر يا برج العرب ان انت اديته كتير قوي قوي و اديته اكتر ما هو داك فلذلك انجرحت وحسيت بعدم تأدير في العلاقة دي بالزبط كده عشان كده انت عايز تعمل توازن انت بابل ما كنت تديله العشر كوبات مثلا هتبدأ تديله مقابل كل كوباية هو يا دالك انا هدي كوباية هتكلمني كلمتني النهار دا هكلمت اهتمت بي هاتم بيك غير كده لا يا عم انا تعلمت الدرس انا انجرحت منه خلاص طيبا الوجع دا فوقك يا برج العرب و هتعمل توازن لو رجعت تاني بعد ما هو يدفع عن نفسي قولت لا والله بنا بحبك ببتاعك فلو هترجع تعمل توازن في العلاقة و ناوي انت اللي تعمل توازن دا ناوي تقول له بقى انا اشوف بقى هتخلني يا خورا لا طبعا يعني الخيانة متبقاش في صوت الخيانة ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسفلت المرد طيبا هو شايف العلاقة ازاي هو بصراحة يعني العلاقة حلوة و اظن ان هو خلاف عالحدات فعلا يعني بسيط ومش حدا صعب ايه الا لو كانت فلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقة ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث دا طرف وهمي بيتسال لديه انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك شخص متحكم وشايف نفسه شوية ممكن يكون بيشتغل حاجة مثلا مشهورة على السوشال ميديا او مشهور نوعا ما وشايف نفسه و بيحب يتكلم الناس كتير قوي بس في الاخر انت 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 اللي في بالو عرفتك يعني سواء بيكلم انت لو شفت انه بيكلم بناته جيرك والحاجة بس انت برضو انت رقم واحد عنك طيب او شايف العلاقة ازاي و شايفها علاقة جميلة قوي و علاقة فيها زكريات كتير Hudajo انت انتوا فعلا بقلكم كいたك فاعترا مع بعض وفيها زكريات حلو قوي وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد ما يقدرش يبعد Iv Ratat لو برج اسد فهو مش هيقدر يبيد عني برج الاسد عموما ما بيحبه ما بيسبش فهو شايف ان هو ما يقدرش يبيد عني انت الشخص المناسب له الشخص اللي بيحسسه بالضبط conditioned الشخص اللي بيحسسه ان هو طفل طف بيتعامل بطبيعته معك بيحس بالحنان في العلاقة دي انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل وديته ومشاعر جميلة قوي 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 حسيته الحساس ده خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة مليانة كوبات فيها ورد مش كوبات فاضية دي فيها ورود وفيها مشاعر العلاقة دي مليانة مشاعر عشان كده هو حسس بان انت انت السلمة بتاعه انت الطرف الحلو اللي فيه عارف لما يقولك انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا انت رقم واحد يا باب العقل متخافش متخافش يعني انت كمان شايفه ان هو بداية حلوة وانه وان دي وانها علاقة مليانة حب على فكرة علاقة فعلا مليانة حب مليانة حب قوي بس ممكن يكون فيه خلفات فيه فيه انت تقمصت منه برج العرب هات منه موقف عمل حاجة عمل حاجة يعني وشي يعني اكيد برج العرب ما بيقلبش كده ولكن انت شاف انه فيها حب كتير قوي العلاقة دي فيها حب كتير قوي فيها مشاعر جميلة قوي فانتو اللي الدين مشاعركم متساوية ولكن حصل سوق تفاهم مش اكتر وتطبيبا هتتجاه لبعض ان شاء الله بإذن الله او انت ناوي تعمل بتواسك لو انت يا برج العرب مشيت وصبت العلاقة لو انت اللي مشيت او مقرر تمشي ركز معي بقى لو مقرر تمشي ومقرر ترفض عدد المصالحة وبتقول له لا مش عايز ارجع تاني النصيحة بتقول لك انتظر يا برج العرب خليك في العلاقة ما تمشيش لان الشخص ده بيحب تقول قوي وشايفك نصه التاني وشايف ان العلاقة مليانة حاجاتي يعني لو بازت هتبوز معي حاجات كتير قوي لان هو بنا حياته عليك ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى يعني يجي برضو شخص بيمسحه فممكن تكون انت كنت بتمسحه ممكن يكون كان في ازمة في حياته وانت عددته منها المهم ان هو شاعر معك ده مشاعر حلو قوي فالنصيحة بتقول لك ما تمشيش بس سمحت ما تمشيش يا برج العرب وانتظر وهو هيتصلح لو في حاجة مش عادبك في العلاقة هتتصلح وما تخافش وخش بقلب جامل وبطل بقى تحكم نفسك بطل تبقى عنيد وتمسك برأيك بدون اي داعي لانه ايضا اشألت الدنيا علمهم برضو النصيحة هلا هلو هو بيحبك قوي على فكرة والنصيحة بتقولك لو سمحت مترفوتش العقد جالك بعض مصالحة وعلى فكرة برضو دا كرت الخطب واخد واخد قرار على فكرة عايز يرجع واسكنتوا تتكلموا دلوقتي اهدى عليه اهدى عليه لانه هو عمال يدفع نفسك كتير قوي تظهر نكون شايد يقولك على فكرة والله العظيمة عمالتنا حاجة والله لا والله لا برج العرب اقولكوا بقى يعني مشكلته ايه برج العرب برج العرب بالتحديد متملكة ودي مش عيب مش عيب متملكين دا مش عيب لكن تخنق اللي معها لا لكن متملكين اوه ويحبوا الشخص اللي معي بقى بتاعهم همومة بس فممكن زي مرتلك انه اه اه او زي قتب يعني عموما انتوا شايفين انه هو اه مهتم بحدات تانية ويسايب كنته منتحبوش كده دا برج العرب بيحب الاهتمام قوي يعني طب نشوف المفاصلين ممكن غير طبعا الطاقة الاولانية خلص طاقة تانية ولو شفتها شبعب خلاص انما لو شفت انه هي مختلفة شبشع في الشعر بيجي منين بيبقى مش بتاعهم لان الطاقة دي ممكن تبقى ناس من يعني معفش عن بعض حاجة خالص 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 مفاصلين من برج العرب مشاعر اي حاليا ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز اي منين هو حاليا مش هقول مستقر ولكن هو شايف نفسه الايام دي وبدأ يبصل نفسه وبدأ انه هو يشتغل على نفسه شوية اه خرج خرج برى السجن افكار انت كما بتتعامل مع احد برج الجرزاء برج العرب ممكن ناخد ورقة تانية بص يا برج العرب هو حاليا خرج برى الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه اللي علاقة بازت طبعا فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها وبدأ يخرج برى الافكار السودوية اللي كان عايش فيها سواء اللي هي الم الفراء ولحظة الفراء نفسها سواء يعني شادته مع بعض اي حاجة وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته سواء كان هيتم بشغل او يردع العلاقة مرة تانية لان ده شخص مستقر وفعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي يعني هو حرفين بقى مستقر ومستقر في مشاعر على فترة مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من الده طيب هو ناوي على ايه؟ هو ناوي هو طبعا مجروح بصوا دي يعني مرحلتين مراحل وجع القلب عبوبا فهو خرج طبعا من كده وهو في السابق كان بالمنظر ده قلبه مجروح منك جامد قوي وتعبان قوي ممكن من غيرك مش منك ممكن تقول ما عملتوهش حاجه هو اللي مشه فهو من غيرك تعبان وناوي يرجع تاني لعلاقة لانه اكتشف ان انت سول ميت بتاعه ممكن تكون بتعمله محد برج الجوزاء يعني او ميزان برج هوائي هو تاني وهوائي برضو مش عارف في ايه بس تماما بدأ يكتشف ان انت السول ميت بتاعه انت شخص الجميل اللي في حياته وانت الحب حقيقي وهيرجع توازن لعلاقة دي ان شاء الله بإذن الله تاني ناوي يرجع التوازن لعلاقة تاني ناوي ان هو ماشي بقولكم استقر هو مستقر دلوقتي في مشاعره هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها وعايز يمشي بالعلاقة دي القدامي عايز يمشي بالعلاقة دي القدامي هو حاليا حاليا دلوقتي مستقر جدا في مشاعره وبعد طبعا ما كده يعني مش مستقر طبعا احيب نزعل قوي لما نعرف ان اللي بيدي عنه مستقره لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده افراحوا بقى ممكن يكون ازانة يعني ازا الشخص ازا برج العرب فهو ما هتخافش هو كان كده وعايز يرجع ولو بتعاملوا محاول برج الجرزاء زي ما قلت لكم او برج الميزان او برج ترابو فهو ناوي يرجع لانه كشف ان انتو السلمات بتاعه وهيمشي بالعلاقة دي القدامي شاء الله رأزنا بله مش حاجة وحشة طيب العزاب بقى اللي هو مفيش حد في حياتهم او بقى لهم فترة طويلة او مرتبطوش لان العزاب دول بيبقوا مش هون فصلية حتى لو كانوا فصلوا لقى لهم فترة طويلة او مرتبطوش حسنا نقسم الورق الاول عشان نغزاب دول حبايبي نغزاب دول حبايبي نغزاب دول بالعرض جاي ممكن يكون الشخص ده هيزر في شهر التمانية ومش سبع يعني فجي المساعد ممكن يكون بغاية الرأي عمدي يجي يخل يباية الرأي بحبك في غاية الرأي في حد داخل في حياتنا اللقى في حد داخل في حياتنا اللقى ما شاعره ايه غناوي علي الحمد لله اخر حاجة دي بتعجبني في الموضوع طيب قبل بس ما نبطدي في فراءة فصل حد بساتنا بصي برج العرب الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيت وممكن يكون برضو برج الأسد برضو أو برج تراب الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قديم برضو أو شخص من الماضي برضو ممكن ميكونش كان فيه علاقة أصلا ما بينه ولكن هو يحمل مشاعر خياضة قوي دي قوي 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 يعني وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متزبزبة في الماضي يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة يعني يتكلم شهر ويغيب تلاتة شهر ستة شهر فمكتش عايفة وعايز منك ايه وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني فهو راجع تاني وممكن يكون شخص قديد بقى شخص يعني يعني شخص حبوب جدا وبيحمل مشاعر طيبة لك ويعتبر السلميت بتاعك أو شبهك لان ممكن يكون شبهك مش السلميت بتاعك شبهك بس مش اكتر ومشاعره ايه هو مشاعره مندفعة جدا عليك وعايزك وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا عايز يقفل عليك الشابتر من حياته عايز يقفلها عليك وعايز استكرار معك انت وهو شخص جديد خالص فهو مختارك انت مختارك انت وعايزك الناس كانت علاقة صلاسية وحترص لك هاتنين بس بشكلها كانت علاقة صلاسية الفعل بشكلها كانت علاقة سلاسية الفعل زي ما قلتلكمه حد قديم ده قالاه فترة كبيرة قوي ما تتكلمش معاكو بشكلها كانت علاقة صلاسية وانت سبت ومشيت او بقى حصل فراء وخلص. هو حصل الفراء وانت بعدت عنه ولكن القدر رجعت تاني. دي عجل في الحظ القدر لك في لفته ورجعه تاني. وهو شخص طيب على فكرة مش وحش. واخترك انت وديلك باقصى سرعة عنده. بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته مش مش مستقرة. يعني مش مستقرة بيفقد كتير اوي 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 اوي. والان من الخطوة اللي هو هياخدها. دي مشاعره. الان. بس هو عايز يجي. وعايز يستقر عليك. ويقفل زي ما قلت لك اول. يقفل الشبطر عليك انت. شبطر من حياته عليك انت. ويقفل الماضي اللي حصل. لانها زي ما قلت لك ممكن تكون كت علاقة سلسية. و حبك انت و شايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. ده سيبت كبيرة زي في القراءة التانية بتظهر يعني. يعني ااء ااا. حصل اشتياء. ده معنى اصح. وهو على فكرة اتخزل من الشخص الثالث. والشخص الثالث سابه. لو علاقة سلسية خلاص رحت. و هيرجع لك انت لانه مش عارف يعيش من غيرات مش عارف اصلا كل ما يجي ينام يفتكر الزكريات اللي فاتلتها فهو راجع تاني و عايز يتي فرصة للعلاقة دي مرة تانية ده طاقة ثالثة خالص يا برج العقد عشان ناس اللي بتتفرج ما تقولش ده طاقة تانية ما تتملها مع تلتا لا ده العزابر بقلهم فترة طويلة او مرتبطوش او كانوا مرتبطين او كانت علاقة ما كانتش علاقة اصلا يعني عارفين بعض ولكن لاحد تتكلم ولا حاجة ولكن انت اكتشفت ان في طرف تالت و سبت ومشيت فهو نهى الطرف التالت و نهى خالص الموضوع ده و جاي لك انت يفتح معاك طيب نشوف مشاعرك انت ايه تجاه العرض ده ان ده عرض عموما حتى لو كان عرض اكذيف هو عرض مشاعرك ايه اوه يا ايه جات معاك مين جات معاك مين انت انت هتبقى فرحان قوي 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 بالموضوع ده هتنتصر هتحس ان انت انت انتصارت يا برج العرب هتحس ان انت انتصارت انتصارت بيه هو و تقريبا زي ما قلت لك هو سبك او انت سبته و زالت قوي على الوقت اللي فاكت دي بس ما تقلقش هو بيفكر فيك و عايزك و مشاعرك بتستقر و الموضوع هيمشي للي انت عايزه و هيمشي القدام و هيمشي للي انت عايزه ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله الحمد لله انتهت على خير ابراج المقية هقول الحمد لله بتمتهي على خير انا ف برج العرب اتمنى تكون القراء عجبتك وبعيد تاني طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة و انا بعملها تلاتة كده عشان الطاقات ايه هي ممكن تكون القصه شبهت ولكن حدست مع حد تاني خاط عشان الاولانية لو راجع والتاني هنا ما بيفكرش اصلا والتالتة حد ليه علاقة يعني مختلف تماما او بيفكر ينتقم مثلا ولا حاجة فلا ملاش قدم علاق والناس اللي بتسأل لا هو ترابي ولا مائي ولا بلا بلا عندنا خارط الابراث شمسي طالع و قمر فممكن يكون الشمس بتاعه الحوت والقمر عقرب والطالع بتاعه او الصعيد بتاعه اسد اتفضل يا سيدي فخلاص الدنيا يعني كده انا مثلا كل طاقاتي مائيا مصر حوت و سرطان و مهضة الليلة كلها فا اتمنى تكون القرآن عجبتك يا برك العرب اللزوز وان شاء الله بإذن الله تبقى علاقة موفقة شكرا ليكم وانتنسوني الشبهت